ابدأ انا بلا بعده. خلاص انا بلا بعده اقول تجون. بلا سظل. خطر. عشان خاطر محمود بس. لا لا محمود بارد. لا. انه يوم حلو ولزيز. تمام. انا بلا انا بقى الاول انا بقى انا بقى. طيب. اللي جاي بقى افضل تشكيلة للدوري حتى هذه اللحظة. ودي حسن ما انا فهمت هيب اختياراتكم من تول اتنين. اختياراتنا ونوجة نظرنا واكيد ممكن ان هي تبقى صحة وممكن تبقى نهاية خلال. او في الاخر هي اراء. احنا بتكلمنا بناء على اللي تم. ممكن ما يكونش فيه لعيبة من نادي الاهلي كتير. مسلا ده اللي عنده مطشوط مؤجلة كتير. مسلا ممكن يكون فيه لعيبة من نادي زمالك برضو مش كتير. فاحنا مختارين بناء على اللي حصل في الدوري لحد النهاردة. هاي. ايه التشكيل الاخر. انا عجبني من اللي انت اقولت دوت ان انا مش شوف دلوقتي تشكيلة اهلي وزمالك. بالضبط. عادة الناس لما بيحط تشكيلة دوري يحطوا تشكيلة اهلي وزمالك. انا حقول بس حاجة. احنا الستاندر بتاعنا. المباريات اللي اتلعبت. الارقام. يعني محمود كان بيقول انه دي بيختيارنا طبعا مليون في المئة بيختيارنا. لكن هي مش بمزاجنا. مبنية مبنية على معايير. على ارقام ومعايير. وكل لعيب هقولك هقولك هو ليه. ليه اللعيب ده مش لعيب تاني. هاي. تعني نتكلم في حراسة المرمى. احمد شناوي. احمد شناوي بيراميدز. لانه الحارس الاكثر حفاظا على شباكوب 13 كلينشيت في دوري الموسم الحالي. فبالنسبالي احمد الشناوي هو الحارس الابرز بالارقام. هنا ما بتكلمش على تكنيكال. مش حد يمكن قولي محمد الشناوي والحارس الاول الاول امبارك. لك مش بكلم على غلطة. انا بتكلم على ان محمد شناوي عاد فترة مصاب. شوبير اللاعب شوية. عواد لعب شوية. صبح لعب شوية. محمد بسام قدم بعض المباريات. قدم بعض المباريات أنا بالنسبة لي أحمد الشناوي حارس مرمو بيراميدز هو الحارس الأكثر حفاظاً على شباكو. وبيراميدز بالتالي هو الفريق الأقل استقبالاً للأداف رغم أنه لعب مباريات أكتر بكتر من أهل زمانك. طبعاً. اللي بعده. عندنا بقى باك رايت شيبي صراحة يعني عام الموسم السنة دي. ومن السنة اللي فاتت أنا بشوف أن الشيبي هو أفضل باك رايت بيلعب جوه مصر. سواء بقى محلي أو سواء بقى أفريقي أو أي أن كان. شيبي هو أفضل باك رايت موجود. عندنا باك ليفت جونسون طبعاً مع فيتر. جونسون مجوين ممتاز للعب الكاميرون. لا ومن أكتر لعيبة اللي عاملة أسستات الصراحة السنة دي. مستوى ثابت الفتنس بتاعه البدن بتاعه قوي جداً. الاتنين مساكين محمد عبد المنعم والمسلوسي. المسلوس السنة دي معنادي الزمالك عامل مباريات رائعة. سواء إذا كانت في جوهة مصر أو إذا كانت في أفريقيا. ومحمد عبد المنعم طبعاً من الناس اللعيبة المميزة جداً في الدفاع. عندنا اتنين نص ملعب. إمام عشور شبعاً شايفيني التواهج مع النادي الآلي. وقندوسي اللي برغم كل التقلق اللي هو عمله السنة دي مع سيروميك وليباترا. ومستغرب جداً أن الرجل لسا مش عاوز رجعه مارس الكولر. وطبعاً حبيت الكريز اللي أنا بشوفه واحد من أمتع اللعيبة اللي أنت بتحب تتفرج عليه. وهو مصطفى فتحي طبعاً اللعيبة المميزة جداً. رجع عنا شباب لو ما عندكمش مانع يعني. مصطفى فتحي من اللعيبة المميزة اللي بيقدر يعمل في أي حاجة في الملعب. يقدر رأس أي حد في أي حتة. طب مصطفى فتحي وسيب بقى التلاتة اللي قدام للكابتن جيمي. فضل. هرجع تاني بس الحتة سوارة فيما يخص الشيبي والجانسان نجويم. الشيبي والجانسان نجويم. لازم تعلم. اللي اتنين هم أعلى اتنين صنعوا أهداف في الدوري المصري بالكامل. بتكلم على ظاهرين. ظاهر أيمن وظاهر أيصر. الشيبي بيراميد سبعة. جانسان نجويم ستة. فبتكلم على إنهم أعلى اتنين لعيبة في الدوري المصري. فطبيعي. طبيعي إنهم الاتنين يكونون في التشكيل المثالي. إما بعشور حدث ولا حرج. القندوسي هو الأعلى مساهمة في لعبي خط الوسط في الدوري بالكامل. سواء عن طريق تسجيل أو الصناعة. مصطفى فتحي هو أهم لعيب في منظومة بيراميدز. اللي ماشي بشكل عظيم جدا في الانتصارات. الانتصار متتالي. زيزو أرقام. وقت الزمالك هو مش في أفضل حالاته. وقت الزمالك إنه هو في ترتيب متراجع. يبقى زيزو أرقامه في الأفريج بتاعته عظيمة جدا. الحالة اللي عليها زيزو. حتى وإن كان هو الموسم الحالي. مش زيزو السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها. لكن بالنسبة لي زيزو. لأ ورقة مهمة جدا جدا في أي تشكيل. مستوى مسهام في تسع هدف. جايب تمنى هدف وصنع هدف. ده زيزو. هو مؤثر حتى لو أنا مش حاضر الحالي. مؤثر حتى لو مش شاهد. فستون مايلي هو اللاعب الأكثر إسهاما في الدوري ككل. في كل حاجة. 14 صحيح. 14 هدف صناعة وتسجيل. أكتر لاعب مسهام في الأهدف في كل فرق الدوري. رغم إنه فيه مباراة كتير مبدأش أساسي. في مباراة كتير بيبدأ فخر لقائي. في مباراة باش موفق فيها خالص. في مباراة بيقى غيرها كتير. يقولون فرادات وبضاية. شكرك. فيه بعد التشكيل تجيب لي أرقام. فيه أرقام إحنا جايبنا بتاعت. سديق أجولة بعدين هرجع لك على خصة مايلي دي. فكرني بيها. سديق أجولة هو اللاعب الجلاح الأيصر. الأكثر تأثيرا في الدوري سنعاتا وتهديفا 13 هدف. هو رقم اتنين في الدوري بعد فريستون مايلي. سديق أجولة مقدموش الممتاز. وتحيق للأداء الهجوم لفرقة سراميكا. عشان فرقة سراميكا بقى فيه منها اتنين لعيبة. في التشكيلة المثالية تحسب لكابتن آمن راماديو. تحسب للاعيبة سراميكا. ملحوظة مهمة جدا جدا على التشكيل. الخمس لعيب أجانب. صح. دين محوظة الأول. ملحوظة الثانية. الخمس لعيب أدول. عشان الناس العارف أكتر الناس اللي ممكن للتشكيل. بالنسبة لها يبقى غريب شوية. جمهور نادي الأهلي. الخمس أجانب بالأرقام. مفهمش حد من نادي الأهلي. ولا الزمال. في المسلوس. في المسلوس. الخمس أجانب مهمش حد من نادي الأهلي. بيرامد. بالموسم اللي مقدمو. لأنه لعب عدد مباراة أكتر. طبيعي جدا. يبقى فيه أربعة وأكتر من أربعة كمان. في التشكيل مثال. بس عشان برضو. هو مفهمش من الأهلي ليه؟ يعني فارق مباراة كبير جدا. هو فارق مباراة كبير. لكن حتى الحالة. مفهمش حد قريب. يعني أنا لما أجيب. لو نعرض. لو نعرض. العالم معلول. العالم معلول أتصوى. لو كان لعب المباراة الماضية في الدول. كان ممكن يجيب أرقام زي أرقام جوناس. ممكن. ممكن. وليه. بس أصيب خلاص. ديانج بفترة طويلة غياب بداية الموسم. بيرستاو فترة كبيرة غياب وغياب في المستوى كمان. فطبيعة برضو أن المحتفين متعادلنا دي لقيت دلوقتي مبقش موجودين. أنا عايزين بس نربط دا بحاجة يا كريم. الستاندرز اللي احنا حطناها. لو بس معنا الأرقام خلاص. احنا أخذنا التشكيلة. في الأرقام بتاعت الهدفين. الأرقام بتاعت الأكثر صناعة. الأرقام الأكثر إسهاما. وهجي لك النقطة بتاعت في السماية لما قطري أنه في مباراة تبقاش موفق فيها خالص لما تجهز الأرقام دي. علشان الناس بس يوصلها نقطة واحدة. أنه هذه الأرقام هذه التشكيلة بنيت على أساس واحد. ألا وهو الأداء من وجهة نظرنا. جنبه كده بالزبط على نفس المسترة. الأرقام والأرقام ما فيهاش أهواء. ما فيهاش أصداء لعب. وخدنا الأبرج. أعوز أقول حاجة. مثلا حسام أشرف يستحق التواجد. أه بس إحنا بنلعب مثلا يعني التشكيلة فيها فرود واحد فمين الأفضل فيستومويل فيه لعيبة كتيرة مميزة. مبلول 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 ومس طب هل عمر كمال مثلا لما بيشارك مع نادي الآلي مش من أفضل بكات راية المبلقة بس إجمالا الشيبي أفضل من عمر كمال بس أنا قادر أحط ناصر مرتا وهو كان مع نادي الزمالك في النص الموسم التالي. علشان كده احنا اختارنا بناء على من أول مباراة في الدوري لحد النهار. لعيب زي يوقا نور الظلم مثلا في التشكيلة دي يا بحمود هو جابت عامل 13 إسهام ما بينه. إسهام دي معناه أنه صنع وسجل. لكن أنا عشان أنا عندي فرود اسمه فيستومويل جايب 14 جنف عدد مباراة أقل. ده رقم واحد رقم اتنين هتيجي تلاقي إنه صديق أجولة وأحمد كندوسي الاثنين موجودين في التشكيل. ما بقولوله مش موجود لأن فيه لعيب مسجل البرسنتج بتاعته وأرقام بتاعته أفضل اللي هو فيستومويل. روح لي السرعة اللي بعدها عشان عايزة نروح بس للقصة بتاعت الإضاعة الفرص. دي الصناعات. إحنا قلنا مين يا كريم في التشكيلة الأساسي. الشيبي و جونسون واحد واثنين. فطبيعي جدا إن الشيبي و جونسون الاثنين يبقوا موجودين في التشكيلة الأساسية. خاصة إنهما الأكثر صناعاتا للأهداف. وهم موجودين في مراكز دفاعية في المقام الأول الظاهر الأيمن و الظاهر الأساسي. السرعة اللي بعدها. أفضل محمد إبراهيم أنا. طبعا سيد التشكيلة الأساسي. بصرا أكثر من أضاعوا فرص كبيرة في الدوري. مين رقم واحد؟ اتناشر فرصة كبيرة. اللي أنا فروض ما اضيعش. مين؟ فيستوم مايلي. أنا قلت لك أنا هرجع لك في النقطة اللي أنت قلت ملاحظة اللي أنت قلت عليها. ألا وهي. هو أكثر واحد هو الهداف. وأكثر واحد مسجل وصانع كإجمالي. لكنه في نفس الوقت أكثر العيد مضايا. مسجل دول. هو مسجل كل دول. لكن خلص عداف الدوري من بدر من نص السيزن يعني. لا ما كانتش كامل في دول. آخر آخر سكرين. لا ولعب لعب لعب ممتاز وفارق مع برامدز كتير جدا يعني. آخر سكرين. لما اخترنا أحمد الشناوي أن هو الحارس الأفضل. هو أكثر حارس حصل على كلين شيس. وادي الترتيب حتى مع الوضع في الاعتبار. سوف نتكلم على بيرسنتجيا كريم. اتناشر وهو قاعد ثلاث مباريات ما يلعبش للإصابة. بسبب ولعب مكان وشريف إكرامي. فاثناشر على عدد المباريات اللي لعبت. حتى لو خدنا بيرسنتجيا الحارس الأهلي وحارس الزمالك. الناس اللي لعبت عدد مباريات أهل. هيطلع إنه أحمد الشناوي النسبة بتاعته هي الأعلى. فاستحق عن جدار أن هو يتواجد في التشكيل المثالي. عاصم. بشكل عامد شايف مين أفضل لها في الدورة حتى هذه الأحزة. مستوى فاتحي. مستوى فاتحي. مستوى فاتحي فارق بكتير قوي عن أي حد. مستوى وتأثيره مع بيراميدز. لا قوي جدا. لأ ما بتقول إمام عشور يا زيزو. ما هو لا بص أحسان أقولك. إمام عشور أو زيزو لما شوف آخر الدورة ينتهي على إيه وبناء على إيه. إمام عشور لعيب جامد جدا. بس إمام عشور لحد دلوقتي لما يتخلص الدورة لو مش على نفس النصق ده. إمام عشور ممكن يبحث العيب في الدورة. زيزو لو هو زيزو بتاع السنة اللي فاتت وسنة اللي قبلها. بنفس الإسامات والتأثير في حانات زيزو. بس اللي ده بده دلوقتي إنه مستوى فاتحي متفوق على إمام عشور وزيزو التحديد. البيراميد زيزو للدوري. غالب قال فرقة دخل فيه أهداف. وأكتر فرقة ما أكتر فرقة اللي جايب أهداف. وهو من أكتر اللعيبة اللي مؤثرة في البيراميد زيزو هو مستوى فاتحي. وبعدين برضو إحنا جايبين لك شوية جوان. هتشوف شوية جوان بجد مستوى فاتحي. وقامت على لاعب جوة دوري مصري في حتة إنه هو لعيب. يرقص أي حد في الدنيا. يرقصنا. طيب.